اهلا وسهلا بكم تابعينا ومشاهدين في كل مكان. طبعا يا جماعة الاسعار بتاع الخضار بتتغير من يوم للتاني. يعني تقدر تقول كده ان اسعار الخضار زي اسعار الدهب. يوم تطلع يوم تنزل. فانت علشان يصلك كل جديد وتعرف الاسعار اشترك الان في الكنيه بالضغط على كلمة تشترك بلون الاحمر اسفل وفعل زر الجرس لشين يصلك كل جديد. واعملوا لايك يا جماعة للفيديو. اللايك والاشتراك ده حاجة مجانية وده دعمك للقناة. ولو نسينا اي صنف من انواع الخضار اكتب لنا في التعليقات اسفال فيديو. واحنا هنحاول نرد عليه قدر المستطاع. الاسعار الجماعة في سهل وعبور طبعا البطاطس. البطاطس الناس بتادي التقلع. يعني في المينيا بتادي التقلع والبرجية بتقلع من بدري. يعني خلاص ممكن ومحتمل ان اسعار البطاطس ترتاح شوية. والتوقعاتنا طبعا لاسعار البصل. هنقولها من خلال الفيديو ده. وهنشوف ازا كان هيرتفع ولا هنخفض. بس في الاول في الاخر دي توقعات. هنعرض الاسعار سريعا علشان ما نطولش عليكم. الخيار يا جماعة سعره نعم خالص. فيه خيار باتنين جنيه واتنين جنيه ونص. وفيه يعني اعلى حاجة تلاتة جنيه. الخيار الصوة دلوقتي فيه اتنين جنيه برضو اتنين ونص وتلاتة جنيه. يعني الخيار الصوة بالسنة اللي ماضي دلوقتي كان ستة جنيه وسبعة جنيه وتمانية جنيه. فالسوق دايما اللاب. البطاطسة جماعة زرق المينيا فيه اللي الطن بيطلع من الارض بسبح تلاف وتلتمية. اه وفيه تحت السبعة تلاف يعني حسب الزرق. وفي سوق العبور بتتباع يعني ان كانت سهلانة او اي نوع اخر من البطاطس يعني في اه حدود تمن تلاف للطن. يعني تمانية جنيه للكيلو تمانية ونص سبعة جنيه. اللي مسكة سعر شوية اللي هي البطاطس التبريد. اه فيها لحد تسعة جنيه والتلاجات فيها لحد تمنية جنيه. ان شاء الله الفترة الجاية هنصور لكم فيديوهات من الارض الزراعية مباشرة على طول. وانا ارد الاسعار من الارض وانا اردتها في سوق العبور وفي سوق التجزية ان شاء الله يعني. الطماطم يا جماعة. الطماطم اه كانت واصل من جنيه رياحت شوية. اه لحد تمانين جنيه وتسعين جنيه يعني فيه من ستين لحد سبعين جنيه وتمانين جنيه اعلى حاجة وانضف حاجة. واي تحديث لاسعار الطماطم بنطلع فيديو على طب. اه عرضنا اسعار البطاطس طيب الكوسة فيه كوسة يا جماعة. لحد اه ستة جنيه وستة جنيه ونص. احد من تابعينا كان سألنا على اسعار الجزر في اه اللي هو المفروزة جماعة مية وعشرين ومية وعشرة وزن الشقارة عشرين كيلو. والخام ممكن تلاقي تسعين جنيه تمانين جنيه او مية جنيه بالكتير. اه برضو احد متابعينا سألنا على اسعار البسلة. البسلة فيه من عشرة لحد اتناشر جنيه. وطلاتاشر جنيه للكيلو في سوء العبور للجملة. الفاصول يا جماعة فيه فاصولة اربعة ونص وخمسة جنيه وستة جنيه. لأسعار حسب جودة الزرق. البتنجال يا جماعة الروم فيه لحد خمسة جنيه. وفيه لحد خمسة ونص والبتنجال المخدد فيه لحد ستة جنيه وخمسة جنيه. والبتنجال الابيض فيه لحد خمسة ونص وستة جنيه. والبتنجال العروس يا جماعة برضو فيه لحد خمسة جنيه. اسعار بتنجال مقتقربة جدا لبعضي. البصل يا جماع. يعني احد متابعينا برضو كان سألنا على توقعاتنا لاسعار البصل. البصل ممكن خلال الفترة القادمة سعره يتحرك شوية. يعني هو يعني كان اتنين جنيه وتلاتة جنيه ابتدى يرفع شوية وصل لحد خمسة جنيه. وبعدين ريح شوية وصل اربعة جنيه. وبعدين رفع تاني وصل اربعة وربعة اربعة ونص يعني الاسعار بتتغير يا جماعة في لحظة. حاليا البصل اعلى وانضف حاجة في البصل اربعة جنيه اربعة وربعة. البصل الاحمر والبصل الابيض اربعة وربعة اربعة ونص. التوم يا جماعة فيه توم آآ بيبدأ سعره من تلاتة جنيه لحد اربعة جنيه اربعة ونص اللي هو بعرشه. التوم الروس يا جماعة فيه خمسة جنيه خمسة ونص وفيه بقى التوم المفصص ستة جنيه وستة ونص وسبعة جنيه يعني حسب اللي انت عايزه وحسب الزرع اللي موجود قدامك الشطة جماعة في شطة خمسة جنيه وفي شطة لحد ستة جنيه الاسعار طبعا حسب جودة الزرع دي اسعار سوق الجملة في سوق العبور الاسعار دي اسعار الجملة يا جماعة انتظروا اي تحديث لاسعار الخضار شكرا لمتابعتكم لنا